توصل الدولة جهودها لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتباراً من أول يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10.080 جنيهاً بدلاً من 8.720 جنيهاً وفي سياقنا متصل أشارت الهيئة إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12.600 جنيه بدلاً من 10.900 جنيه وأكدت الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي يضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم و شاءتوا في القانون frب